بعد مضي تسع سنوات على تأسيسها تقدم جامعة إربيلي الكاثوليكية في إقليم كردستان شمال العراق منحاً دراسية للأقليات الإيزيدية والتركمانية التي عانت رتحاً من الزمن في ظل حكم الميليشيات الإرهابية حيث يهدف إنشاء هذه الجامعة إلى تعزيز التعايش السلمي بين المكونات العرقية والدينية في بلاد الرافدين وعن هذا المشروع الخيري قال المطران بشار ورده رئيس مجلس إدارة الجامعة إنه بعد مرور تسع سنوات على تأسيسها باتت الجامعة تضم أكثر من ستمائة طالب يتلقون الدراسات الشرقية المتخصصة بالأديان واللهوت الكاثوليكي مشيراً إلى أن الهدف من هذه الدراسات هو تعزيز التعايش السلمي بين مختلف الأعراق والأديان وتكوين جماعة منفتحة تنبض بالحياة وتؤمن بالسلام والعيش المشترك